موسيقى 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 السلام عليكم اخواني ومرحبا بكم في درس جديد على قناتكم استفهام عام اليوم تتم لشرح البرنامج الرائع بوك بولت وبالتحديد الادات الجميلة كدبيس باي وهي عبارة عن امتداد اكستنسيون نقوم بتتبيته على جوجل كروم وقبل البداية في شرح هذه الادات الرائعة لا بد من التذكير بمميزات الكبيرة والكثيرة التي يقدمها لنا هذا البرنامج بوك بولت فهو اولا يمكننا من ايجاد نيتشات مربحة بكل سهولة ثم الحصول على الكيووردز الكلمات المفتاحية المربحة بكل سهولة كذلك ثم التجسس على البائعين لايجاد الكتب الاكتر مبيعا ورفع كتب مشابهة لها ثم الاستفادة من محتويات احترافية كونسنت برو يمكنك التعديل عليها كما شئت زائد امكانية رفع عدد كبير من الكتب في آن واحد ثم ادوات اخرى مجانية كثيرة كالصور او الاشكال الهندسية لتصميم الغلاف والمحتوى الخاص بكتابنا دون حقوق ملكية اضف الى ذلك مساحة سحابية للتخزين واخيرا اكستنسيون كدبي سباي والتي سوف نقوم بشرحها في هذا الدرس ان شاء الله اذا فلنبدأ على بركة الله لكن قبل هذا اريد ان اذكركم بان هذا البرنامج مدفوع وانا لا اقوم عادة بشرح البرامج المدفوعة لكن لعظم هذه يعني الخدمات التي يقدمها لنا هذا البرنامج وبتمن صغير جدا مقابل الخدمات فانا اقوم بشرحه للاصدقاء لاستفادتي منه فهو سوف يقوم بتسهيل عليهم العمل بنسبة 80% او اكتر وبنجاعة كذلك تفوق المعتاد اذا فتمن الاشتراك بالنسبة لهذا البرنامج هو 10 دولار في الشهر لكن سامنحكم كوبون تخفيضي سوف يقوم بتخفيض هذا السعر ب20% اذا سوف تقوم بتفع 8 دولارات فقط في الشهر لكن لمن يريد الاشتراك لستة اشهر او سنة فهناك تخفيض اصلي من الموقع وان ادخلت هذا الكوبون كذلك سوف تقوم بتخفيض المبلغ بناقص 20% اذا طريقة التسجيل ما عليك سوى الدخول من الرابط الذي ستجده في وصف الفيديو واتبع التعليمات التي قمت بشرحها في الفيديو الاول ساترك لكم كذلك الرابط الخاص في الوصف او بالضغط على هذا الرابط المباشر من هنا اذا على بركة الله سوف نقوم الآن بشرح هذه الادات الرائعة اذا كالعادة نذهب الى نافيغاتور بخيفي يعني متصفح خفي ثم نقوم بالدخول الى امازون فدائما نحن نتحدث عن amazon.com ثم نقوم بتغيير هنا الادريس الخاصة بنا كالمعتاد من المغرب الى امريكا وبالتحديد نيويورك بادخال الرمز البريدي الخاص بنيويورك وهو 100001 ثم بعدها هنا نختار box كتب حتى تظهر لنا الكتب فقط ثم نقوم بكتابة notebook for kids مثلا ثم بحث فلاحظوا معي هنا اخواني عدد النتائج خمسون الف ونذهب الى الادات kdp spy من هنا ثم تظهر لنا على هذا الشكل هنا start ثم هنا الاسين او رقم التعريفي الخاص بالكتاب وهنا الاماج الخاصة بالكوبر وهنا title الخاص بالكتاب كذلك يعني عنوانه وهنا تمن الكتاب وهنا البسار الخاص بالكتاب وهنا estimation sales يعني العدد تقريبي للمبيعات التي حققها هذا الكتاب ثم هنا رقم تقريبي للمبالغ التي يحققها هذا النيتش وهنا اسم الكاتب وهنا تاريخ رفع الكتاب ما يهمنا الآن من هذه المعلومات هو تاريخ رفع الكتاب وكذلك عدد المبيعات فسوف نختار دائما الكتب التي رفعت في 2020 ثم حققت مبيعات هنا مثلا مبيعات قليلة نقوم بالنزول إذا لاحظوا معي هنا إخواني عدد كبير من المبيعات في سنة 2020 نقوم بفتح المعرف الخاص بالكتاب في نافذة جديدة ثم نلتقل لإيجاد كتب أخرى نختار دائما الكتب التي رفعت في سنة 2020 وحققت مبيعات كبيرة ونقوم بفتحها في نافذة جديدة حتى ننتهي من البحث وسنعود إلى تلك النتائج فالجميل في هذه الأداة أنها تعطينا ملخص تلك النتائج كاملة يعني لاحظ معي هنا رفع هذا الكتاب مؤخرا وانظر عدد المبيعات التي حقق نفتح كذلك في نافذة جديدة نلتقل هنا لنختار كتب أخرى فهنا تظهر لنا هذه الأداة أبحاث متقدمة لن تستطيع الوصول لها يدويا فهنا مثلا 80 ألف نتيجة لن تستطيع أن تبحث فيها بكاملها لكن هذه الأداة تعطينا ملخص لهذا النيتش والكتب التي حققت مبيعات كبيرة إذن انتهينا نعود الآن إلى هذه الاختيارات التي قمنا بفتحها في نوافذ خاصة ونقوم بتحديد هذه الكلمة الخاصة بالعنوان الرئيسي فهذه الكلمة هي التي سنبني عليها البحث لأنها هي أهم كلمة في الكتاب أقوم بتحديدها للنتائج التي قمت بالبحث عليها بكاملها كما تشاهدون الآن لاحظوا معي أولا يظهر لي هنا هذا الاسم أجب أن نتحقق منه عن طريق هذه الأدات الرائعة كذلك المجانية product for merch by amazon ونقوم بفتحها لتأكد من هل هي مركة مسجلة ترادمارك أو لا إذن هنا ليست بترادمارك ثم نعود الآن وننسخ هذا الرابط الأول ونقوم بوضعه هنا والبحث من جديد إذن هنا عشرة آلاف نتيجة لا يهمني أقوم بالانتقال إلى الكتاب الآخر ثم أنسخه وأضعه كذلك هنا انظروا معي عدد النتائج 148 إذن هذا نيتش جيد جدا لأن المنافسة قليلة وعليه طلب كبير ثم أقوم بالعودة إلى الكتاب الآخر أضعه كذلك وأقوم بالبحث هذا عليه نتائج كبيرة جدا لن تستطيع المنافسة عليه إذن سنعود ثم نختار آخر كتاب نقوم بالبحث كذلك إذن لاحظوا معي 74 نتيجة إذن هذا هو أحسن كتاب قمنا بإيجاده وهو نيتش مربح جدا يجب أن نقوم برفع الكتب الخاصة بهذا الإسم ثم محاولة أخذ نفس الفكرة التي يضعها صاحب الكتاب ويجب أن نكون أدكياء في نسخ الكتاب يعني عند اختيار العنوان نقوم باختيار بدكاء أقوم برفع بعض الكلمات المستوحات من هذا الكتاب ومن كتب أخرى وكذلك طريقة صنع الكاتب للمحتوى الخاص به لهذا الكتاب يجب أن نطورها قليلا حتى لا تظهر بأنها مشابهة له أرجو أن أكون قد وصلت لكم الفكرة بكل بساطة ولمن يحب أن يبحث على الميكرونيتش أكثر وأكثر فهذه الأدات سوف تغنينا عن جميع الأدوات الأخرى فلاحظوا معي فأنا وجدت هذا النيتش وأستطيع كذلك أن أقوم بالبحث لإيجاد الكتب التي تضع نفس هذه الكلمة في الكلمات المفتاحية الخاصة بها أو في العنوان الرئيسي وأقوم بنفس الطريقة بأخذ الكتب التي رفعت في آخر السنة والتي حققت مبيعات كبيرة إذن الطريقة كما شرحت لكم سابقا لن أطيل الفيديو سأريكم الخاصية الأخرى التي سوف نستفيد منها مثلا نقوم بنسخ هذا العنوان الرئيسي لهذا الكتاب وأريد أن أستخلص منه الكلمات المفتاحية أأتي إلى هنا keywords وأقوم برفع هذه الكلمة وأقوم بالبحث هنا وسوف تظهر لي جميع الكلمات المفتاحية الخاصة بهذا النيتش عدد البحث عليها في أمازون لاحظوا معي إخواني وهنا لا يهمني لا يهمني عدد البحث في جوجل أو المعلومات الخاصة بجوجل لأن هناك مجموعة من الامتدادات المجانية التي تمنحنا هذه الإحصائيات والتي لا تفيدنا في أمازون لأن أمازون البحث الخاص بها يبقى سري للغاية وهذه الأدات أظن بأنها تعطينا بعض الإحصائيات تقريبية ودقيقة جدا على هذا الموقع إذا لاحظوا معي إخواني ولاحظوا كمية البحث على هذه الكلمات انظروا معي إخواني فطريقة العمل أقوم دائما باختيار الكلمة التي عليها بحث كبير وأضعها في العنوان الرئيسي ثم الكلمة الأقل منها أضعها في العنوان التانوي ثم أأخذ بعض الكلمات وأضعها في وصف الكتاب الخاص به وأخيرا أقوم بوضع الكلمات كذلك في الكلمات المفتاحية السبعة الخاصة بالكتاب إذن هذه هي الطريقة الصحيحة إذن أقوم مثلا باختيار الكلمات التي أريد الاستفادة منها بالضغط عليها على الخانة المقابلة لها وعند الانتهاء أقوم هنا بحفظها مباشرة عند حفظك لها فهي سوف تحفظ لي في حسابي على بوك بولت وإن أردت الاحتفاظ بالكلمات المفتاحية بكاملها أضغط على هذا الزر والبرنامج سوف يقوم بحفظ جميع هذه الكلمات المفتاحية ختاما إن أعجبكم الفيديو لا تنسوا الضغط على زر إعجاب ومشاركته مع الأصدقاء وإن كانت هذه هي أول زيارة لك للقناة لا تنسى الاشتراك وتفعيل الجرس ليصلك جديدنا أول بأول وأي تساؤل ضعوه في التعليق وسوف أجيبكم عليه في أقرب وقت ممكن وإلى اللقاء إخواني الأعزاء